اشتركوا في القناة لكن النهاية انتهت بمقتل العشي بعد ما اهالي القرية كلهم عرفوا بالحكاية والحدودة وكمان اشركت اولادها لان اولادها وجهوها يا امي البلد كلها بتتكلم وبتقول ان انت على علاقة بخيانة زوجية لابويا اللي ملهوش اي زنب والقرية كلها بتتكلم هنا الزوجة اللي عندها 47 سنة حبت انها تقطع الشكوك مع انها كانت حقاية عاوزة تقطع الكلام وتخمد النرار اللي بتظهر في القرية من اثر ارتكابها لخيانة زوجية مع الراجل صاحب ورشة البلاط اللي كان ابنها شغال عنده طب ايه التفاصيل اللي انتهت بمقتل العشيء اللي عنده 50 سنة على ايد الزوجة وكمان عدد من اولادها هنعرف مع حضراتكم التفاصيل بالزبط بعد دينها ودنياها لشيطانها اللي فرض عليها السطوة وافقادها صوابها الست اللي عندها 47 سنة لم تبالي بالعمر اللي هي وصلت له اقتربت من الخمسين سنة وما خفيتش من كلام الناس ولا الفضيحة ولا الكلام اللي بالسوق اللي بيطلع عليها وعلى اهل بيتها ما فكرتش في ردة فعل زوجها وابنها لما يعرفوا مهازلة ما فكرتش في كلام او تصرف او رد فعل الزوج لما يعرفوا ان والدتهم على علاقة اسمة برجل غريب هنا بدأت تتلصص في الظلام يعني كانت بتسيب ولادها نايمين وزوجها نايمين وتطلع تقابل الراجل اللي هو العشيء كان بتقابله وتشبع رغبتها البهيمية لحد ما افتضح امرها وقتلت العشيء في الحرام الحكاية ابتدت من عنده رب تمنزل عندها 47 سنة اتعرفت على رجل خمسيني عنده خمسين سنة بيمتلك ورشة بلاط في المنطقة اللي هم سكنين فيها اتعرفت عليه عن طريق عمل نجلها معاه في الورشة الخاصة به هنعرفين ان الارياب بتبع الحالة الاقتصادية ضعيفة شويتين فهنا طبعا الابناء بيحاولوا انهم يساعدوا ابوهم وامهم هنا بعض من الابناء راح يشتغل مع الراجل اللي هو صاحب ورشة البلاط وهنا بدأ يتردد على المنزل صاحب الورشة بحجة بقى انه يسأل على الولد الولد غاب الولد تعبان الولد عاوز ايه انا معد بالصدفة قلت اتطمن عليه هنا طبعا الولد ده شغال معاه بدأت حالة من الالفة ما بين اهل المنزل خلاص يعني راجل بتوصى بابنهم وشغال معاه ومروّقه وبدو له فلوس ومتوص به فطبعا هتبقى في حالة من الالفة ما بين صاحب ورشة البلاط والاسرة اللي الولد شغال معاه منها طبعا اعتاد الراجل ده انه يدخل المنزل في اي وقت رب المنزل اللي كان بيطلع يشتغل هو وبقية الاولاد الصبح لم يتوقعوا ولم يخطر ببالهم ان زوجته او امهم اللي عندها 47 سنة اللي قضى معاها عمره كله انها ممكن تخونه وتفرط في شرفها وعرضاه وتضع وجه زوجها وابنائها في الطراب لكن ده اللي حصل بدأت ربط المنزل تلاطف الراجل اللي هو الخمسيني صاحب الورشة حتى عوقعته في شبكة طبعا لفت حبالها حوله علشان يصبح عشيق لها وما عادرش انه يمر يوم من الايام دون ان يشوف الزوجة دي خلاص يعني اول لو تروح يروح يتطمن على الوادي الوادي موجود مش موجود كوبات الشاي كوبات العصير كوبات المية الساعة وتلبس هدوم شفافة يعني كانت مفقرة نفسها لسه صغيرة غندورة يعني مع انها عندها 47 سنة بدأت ربط المنزل تلاطف صاحب الورشة حتى عوقعته في شبكها وما عادش يقدر يوم من الايام يعدي ان لما هو يعدي ويشوفه احد الايام راح الراجل للمنزل عشان يسأل على الولد الصغير اللي هو الصبي ناداته قالت تعال تفضل يا وفلان عشان يدخل وهنا ما كانش فيه حد في المنزل سواهم هما الاثنين والشيطان التالت حصرهم الشيطان هيقلهم الجو افترشوا الارض بفراش المعصية والخيانة خانت الزوجة زوجها اللي امن لها على عرضه وشرفه وماله من هنا بدأت صفحة من الخيانة تتكرر كل يومين تلاتة او كل ما يخلق الجو لهم وهنا الشيطان هو اللي قاعد يزف فيهم لبراسل الرزيلة والافك مع مرور الوقت لحظة اهل القرية والمنطقة ان الراجل ده صاحب ورشة البلد بيتردد كثيرا وكثيرا على منزل الزوجة في حال غياب الزوجة هنا طبعا قسرت تردد الراجل على المنزل ومكوسه بداخله وقت كبير مع العلم بعدم وجود رب المنزل او احد من ابنائه بالداخل كتر الحديث في القرية عن سلوك رب المنزل الشاز حتى اصبح حديث البلد كلها البلد كلها بيتتكلم عن الست دي الست دي والراجل بتاع البلاط الراجل زوجها موجود مش موجود الراجل بيروح هنا شعرت المرأة الشيطانية بخطورة الموقف طلبت من عشقها انه يتوقف عن الحضور للمنزل ليه يا ستي ايه اللي حصل ايه جديد هيتلو ان القرية كلها بتتكلم وهنا بيتكلمه ولحظه دخولك وخروجك للمنزل كتير وقبل فعل هنا في الوقت ده استجاب العاشق الولهان اللي عنده خمسين سنة طبعا اللي كان طبعا متبق خطوات الشيطان وتوقف عن الحضور للمنزل الفترة من الزمن لكن نزواته اشعلت بداخله نار الغيرة وانه ان هي خلاص بدأت انها اتبيعه وشك في ان ممكن تكون تعرفت على حد تاني وده طبعا علامة استفهام ان اي زوجة غانية حتى لو عشقت واحد وحبت انها تخرج بسلام من العلاقة فعمره ما هيصدق انها تابت لانها فرطت في ارضها وشرفها ليه فياكيد من السهل جدا انها تفرط في ارضها وشرفها اي حد تاني تشكك الامر ان حد لاف عليها ان حد اخدها منه فانها طبعا بدأ العاشق ده يطالبها ان هو يقابلها مرة تانية رفضت هددها بفتحها بالصور اللي كانت مصورها لها على تليفونه والمكالمات اللي كانت مسجلة على الهاتف بتاعه من هنا اشتعل قلب المرأة اللي هيزوجها غيز وغضب ازاي ده انا ارادتك يعمل حاجة ده انت كنت تبتيجي ما بحش عنك حاجة كل حاجة البط والوز والمحش وعصير المنجة المنجة اللي ما كنتش بدها لعيالي كنت بخبيها من ورا العيال والزوج وعملها لك عصير تقيل وانت عاوز تفضحني فانها طبعا زادت حدة الموقف ان ابنها سمعوا كلام الاهالي والجريان عن سلوكها واجهوا الام الام هنا كانت مفاجأة كبيرة قوي انها اعترفت للابناء بالخيانة واعرفتهم كمان ان الراجل صاحب ورشة البلاط بيهددها بالصور ومعها فيديوهات ليها ومكالمات مسجلة وهتفضحني ولازم تتصرف من الامر ده بعد ما فكره تفكير عميق قررت المرأة اللعوب انها تقتل العشيق علشان تخفي معالم الخيانة عن عين الاهالي وتتخلص منه والقضية تتقايد ضد مجهول ومش عارف هو الموضوع ينتهي اتفعت مع الابناء على استدراج العشيق ده بالليل لمكان مهجور ليتخلصوا منه بالفعل اتصلت عليه وقالت له ان انا خلاص ان انا مشتقالك وان انا خلاص رجعت عن الكلام وخل اللي يتكلم يتكلم يا عم واللي يمسك علينا حاجة يورهانا وانت حبيبي وانت اللي هنا وانت اللي هناك وانا مش ناسي ليليك وانت مش ناسي عصير المنجة اللي انا كنت بعمله لك فانت تيجي تتقابل معايا لان انت تحشتني كتير حددت الموعد والمكان ذهبت قبله ببضع دقايق بصحبة ابناءها اللي كانوا مجاهزين نفسهم بالاسلحة الاولاد اختفوا عن العيون وبمجرد وصول العشيق انهالوا عليه ضرب حتى اسقطوه قطيل هنا طبعا بعد ما اتلوه في منطقة مهجورة عادت ربة المنزل اللي هي الزوجة واولادها وحطت في دماغها ان الفعلة بتاعتها مفيش حد يعرفها وخلاص هي كده اتخلصت من كابوس اللي كان بيهددها وما كانتش تعرف يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هنا في الوقت ده الاهالي تاني يوم في المكان المهجور ناس بتعدي يعني بتعدي بعدد بسيط قوي من المكان المهجور ده لانه مكان في اطراف القرية لقوا الاستاذ ممدد العشيق مأتول ومرمي وطبعا متوفي هنا طبعا بلغوا اللواء سامير ابو زامل مدير امن المنوفية اختار من رئيس المباحث اوسنا بتلقي بلاغ بالعصور على جثة قرب شاطئ ترع اسماء الخضروية بمركز اوسنا وتبين ان الجثة دي لشخص في العقد الخامس من العمر مرتدي ما لابسه كاملة وفيه جروح اصر طعنات بقلات حدة وهو صاحب ورشة بلاط مقيم بقرية اسمها قرية عرب الرمل هنا تمكن فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنياية وتبين واتضح من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات وكمان التحريات اللي استدلوا من خلالها ان كان الراجل ده بينه وما بين الزوجة دي علاقة قاسمة وعلاقة محرمة والقرية كلها عرفة والكل تشكك ان الست دي هي اللي وراء المصيبة ووراء مقتل العشي او الراجل صاحب ورشة بلاط اللي عنده خمسين سنة هنا طبعا تبين لهم ان فيه علاقة غير شرعية بين الزوجة والمجن عليه وقيمها بقطع العلاقة مؤخرا وبدأ المجني عليه في مطاردتها وتهديتها بالفيديوهات وبالصور ده كله من خلال الاعترافات اللي صردت بعد كده على لسان المتهمين اولادها الاتنين والزوجة اه كمان واعترفت امام النيابة العامة وتم التحفظ عليها وبدأت درجات اتقاد العضية دي لسه من فترة حابنا ان احنا نشر لحضراتكم بس ونتعلم دروس مستفادة كل زوجة تحافظ على بيتها كل زوجة تحافظ على عرضها لان الزوج هنا اقتمنك على العرض والمال والشرف وبعدين نزوات دقايك عندك جوزك عندك حلالك يعني زي ما احنا ملقول حلالك وبعدين دي اتباع خطوات الشيطان ما هي الا دقائك معدودة ممكن تؤدي بحياتك الى الجحيم لان مش شرط ان الزوج هتقتل على شيء ما كان ممكن يكون الدور على الزوج وكانت هتبقى نفس الاشتراك ونفس الجناية وكنت برضو هتتحول ليلي محكمة الجنال فضحت نفسك وفضحت جوزك وفضحت اولادك واهل القرية كلهم عارفوا انت كنت بتعمل ايه وبتسوي ايه وفي الاخر وردت نفسك ووردت ولادك ولادك شالو العار مرتين ولادك شالو العار لما انفضحوا في القرية والقرية كلها والاهالي واصحابهم ونسايبهم وكمان وردتهم في جريمة التبليه ليه تعملي ده كله ما انك يعني زوجك كان على مسمانة من خلال الاقوال ان الزوج محترم واولادها محترمين والزوجة هي اللي اغتنت عن الحلال بارتكاب الاسم والرزيلة لله الامر من قبل ومن بعد حبينا بس ان احنا نرسل حلاقكم في فيديو كده وعضية انتشرت في مركز ومدينة اويسنا بمحافظة المنوفية مؤخر وضجات قادي مازالت ان هي بقى العامة دايرة فيها وبتداشر عملها فيها وان شاء الله اي اخبار او الصدور حكم على المتهمة واولادها الاثنين اكيد هنشرها لحضراتكم لو وصلت معنا لديها دي فاحنا بندعوك للاشتراك في قناتنا وشرف كبير جدا لنا ان حضراتك تتواجد او حضرتك تتواجدي معانا ضمن اصل الهكاية ضمن ضمن بخير كان معاكم اخوكم مجد الابلاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة